كمطورين أو كمبرمجين لما تكتب برنامج أو سوفتوير بتلاحظ نفسك قاعد تتبع طريقة برمجية أو أسلوب وستايل برمجي في كتابة هذا البرنامج لأنه بشكل عام البرنامج راح يكون فيه منها أساليب وبيكون لها أساليب وطرق وأبروتش مختلفة في كتابة البرامج والتعامل معها فبشكل عام عندنا مثلا ما يسمى بـ Functional Programming عندنا كمان ما يسمى بـ Object Oriented Programming أو اختصارها الأوبي وغيرها من الطرق الثانية هنا بشكل عام أكثر طريقة راح تلاحظ ثم استخدامها في كتابة البرامج والتعامل معها هي طريقة الـ OOP أو البرمجة الشيئية أو البرمجة الكائنية كونها قريبة جداً وتحاكي الواقع اللي احنا نعيشها كبشر فبشكل عام هنا راح تتكلم بشكل مختصر عن ما يسمى بـ OOP في حالة كنت مهتم بمعرفة تفصيل أكثر عن الـ OOP بإمكانك تأخذ أحد مقارراتي الأخرى اللي اتكلمت فيها عن الـ OOP بالتفصيل وبشكل عميق لكن هيا راح نتكلم عن الشيئ اللي احنا نحتاجها بالنسبة لي الجافة سكريبت طيب بشكل عام من يجب نقول احنا OOP فاحنا نقصد Object Oriented Programming فلو تسأل وش الـ OOP طيب راح أقول لكوه مجرد Style برمجي أو اسلوب وطريقة برمجية في كتابة برامج الكمبيوتر بحيث أن كل شيء في البرنامج راح تعامله على أنه مجموعة من الأوبجكتات أو مجموعة من الأشياء تمام؟ فهذه الطريقة راح نقول لك أنه أنت راح تحكي شيء في أرض الواقع تقريباً فلو مثلاً أنت كدفلوبر بتطور مثلاً نظام مستشفى راح تلاحظ أنه الآن تناظر وش الأشياء الموجودة في الواقع في هذا النظام فبتلاحظ راح يكون عندك مريض لأنه راح تعتبره كشيء بمعنى كأوبجكت بيكون عندك مثلاً دكتور راح تعاملك كشيء فراح تقول أنه هذا بيكون أوبجكت مثلاً الموظفين العاديين وغيرها من الأوبجكتات الأخرى لو راح تصمم مثلاً نظام جامع بتلاحظ فيه أوبجكتات بمعنى فيه أشياء موجودة في هذا النظام في أرض الواقع مثلاً الطالب راح عاملك أوبجكت مستقل مثلاً التيتشر أو المحاضر مثلاً المقرر وغيرها من الأوبجيكتات أو الكائنات أو الأشياء الأخرى الموجودة في أرض الواقع فإذاً إنت لما تكتب برنامج أو سوفتوير وتعامل كل شيء في هذا البرنامج على أنه أوبجيكتات أو كائنات فإذاً إنت هنا قاعد تتبع طريقة OOP أو الـ Object Oriented Program وهي أكثر طريقة شائعة أو أكثر أسلوب شائعة يتم إصدخدامها أكيد الآن رح تسأل أنه إيش نقصد إحنا به الأوبجيكت الأوبجيكت قائز وهو مجرد شيء بحيث أنه هذا الشيء يمتلك حاجتين الحاجة الأخرى رح يكون عندما يسمى به الـ Properties أو الخصائص والخصائص هذه هي مجرد بيانات توصف الكائن اللي أنت قاعد تتعامل معه الأمر الآخر يكون عندما يسمى به الـ Actions أو نقول عنها كمان الـ Operations أو كمان نقول عنها طبعا الـ Methods في أسماء كثير لها لكن كلها نقصتين بالنهاية الأفعال أو العمليات اللي يقدر يسويها هذا الأوبجيكت فلو بناخذ مثال على الـ Object مثلاً رح يكون عندك مثلاً Object الطالب رح أعملك Object الآن فرض أن أنا قاعد أسوي نظام مدرسة أو نظام جامعة وقاعد أخذ كائن الطالب فراح أقول أوكي أنه هذا الكائن بما أنه Object رح يكون عندك خصائص خصائصة بيانات توصفة بيانات تحكي عنها زي مثلاً خاصية الاسم زي مثلاً خاصية العمر زي مثلاً خاصية الـ GPA أو المعدل وغيرها من الخصائص الأخرى فبتلاحظ أنه هذا الآن قاعد أعملك كـ Object بما أنه Object إذن عنده أول شيء خصائص أو بيانات توصفة وتحكي عنها الأمر الآخر أنه بيكون عنده Methods أو بيكون عنده عمليات يسويها فالطالب بتسأل نفسك أنه أنت كمبرمج إيش العمليات اللي يقدر يسويها هذا الـ Object هذا الطالب يعني فبتقول مثلاً إضافة مقرر أو التسجيل مقرر مثلاً راح تقول أنه يحذف مقرر لما يجي السجل راح تقول مثلاً Drop Course مثلاً يطبع الـ Schedule أو الجدول الخاص فيه وغيرها من العمليات الأخرى تمام؟ لو مثلاً كان عندنا كائن آخر مثلاً كائن المريض أو الـ Patient راح يلاحظ ونقول لك أنه أوكي كل مريض راح يكون مثلاً عنده الفايل number رقم ملفه بيكون عنده مثلاً الـ Name الخاص فيه بيكون عنده مثلاً الـ Age أو العمر بيكون مثلاً عنده الـ Address أو العنوان يعني أي خاصية أو أي معلومة توصف الكائن نفسه إذن هذا عبارة عن Properties وعبارة عن خصاص الأمر الآخر العمليات اللي يقدر يسويها هذا الـ Object مثلاً يقدر أنه يحجز موعد يقدر أنه يكنسل موعد يقدر أنه مثلاً يروح عيادة محددة وغيرها من العمليات الأخرى إذن لاحظ أنه هذا هو المقصود بمفهوم الكائنات بشكل مختصر اللي يهمني أنا الآن أنه في البرنامج لما أنت تتعامل بالـ JavaScript فأنت غالباً راح تستخدم طريقة الـ OOP فبتلاحظ أنه كل شيء يكون في البرنامج كـ Object أكيد راح تسألني أنه أوكي أنا الآن أعرف وش هو الـ Object لأنه مجرد شيء يمتلك خصائص لحكي أنه عمليات أسويها لكن كيف راح أسوي هذا الشيء في البرنامج هنا راح نتكلم إن شاء الله عن مفهوم الأوبجكتات في الـ JavaScript كيف نحن نسويها وكيف نمثل هذه الأشياء من أرض الواقع ونمثلها كبرنامج أنا أعطيها للبرنامج بشكل بسيط طريقة إنشاء Object في الـ JavaScript جداً سهلة وراح تكون من أسهل ما يكون طيب عشان أنت تسوي Object في الـ JavaScript فيه طرق مختلفة زين راح ناخدها one by one عشان نعرف ونكون ملمين فيها ونكون عارف إيش الأختلافات اللي بينها وبعد كده أعلمكم إيش الطريقة اللي إحنا راح نستخدم غالباً أوكي طيب عشان نسوي Object إحنا راح نستخدم Object آخر اسمه طبعاً فإحنا راح نيجي طبعاً خلونا نعرف أول شي مثلاً متغير راح نقول let مثلاً راح نقول student equals in your in your object وأبدأ أستخدم الـ Object constructor بهذا الشكل أنا الآن كده أكون سويت Object تمام؟ هذه الطريقة الأولى وطريقة مش مستحبة بس لازم تكون عارفها الآن أقدر أني أعطي الطالب هذا خصاص زي ما شفتم قبله شوي فبكل بساطة نقدر إحنا نقول student وكي بعدين أصدق نقطة أجيب اسم اسم الخاصية اللي أنا أبيها راح أقول مثلاً name وأبدأ أعطيها مثلاً قيمة راح أقول مثلاً سارة بهذا الشكل فالآن أنا سويت Object أعطيته خاصية name واسم الخاصية هذه لها قيمة سارة زين لو تبغى تعطيه خاصية العمر فراح أقول object حقي اللي هو student أو صلى من خلال student يعني خاصية age راح أقول مثلاً ب20 لو أبغى أعطيه GPA فراح أقول student .gpa equals مثلاً 4.85 أوكي بهذا بهذا الشكل زين فأنا الآن سويت Object وقعد أعطيه خصاص أوكي الحين أقدر أنه أطبع هذا object وأوصل لبياناته لو مبدئياً نطبع student راح تلاحظون يطلع لني على الكونسل بهذا الشكل فالآن هذا الآن عبارة عن object لقاس المتعرجة تشير إلى أنه هذا object هذا object عنده ثلاث خصاص اللي هي خاصية name تعبر عن الاسم مثلاً سارة خاصية العمر قيمتها بعشرين تعبر عن العمر الـ 4.85 تعبر عن المعدل أوكي لو تبغى توصل لخاصية وحدة فإنت بدلاً ما تقول student راح توصل تعطيني اسم الخاصية فراح نقول name بهذه الطريقة فإن راح أجيب لك فقط خاصية الاسم أوكي لو تبغى تجيب خاصية العمر راح تقول .h بهذا الشكل لو تبغى خاصية المعدل راح نقول gba بهذه الطريقة تلاحظ أن الأمر جداً سهل مجرد أنا انشأ object أعطيه خصائص أوكي بعد كده أبدأ أوصل لهذه الخصائص أوكي هذه الطريقة الأولى من خلال استخدام .operator من خلال استخدام النقطة أوكي لكن بإمكاننا نستخدم طريقة ثانية تفيدني في بعض الحالات وبعض المكتبات التي توفر لك وصول dynamically أو برمجة الخصائص فنقدر نقول مثلا student أوكي وأبدأ أجيب اسم الخاصية هنا بين قوسين وأضع string راح نقول خاصية name أوكي زي اللي قبل وشوي بالضبط راح نقول مثلا سارة فهذه الطريقة واللي قبل وشوي أنه لما نستخدم النقطة اللي هي .name سارة طريقة الثانية ماذا الاختلاف اللي بينها هي كلها بنهاية تسوي نفس الشي بالضبط لكن الطريقة الأولى dynamically تفيدني يعني لما أنا مثلا أبغى أتعامل على كود برمجة الخاصية بأن أوصل لها بطريقة برمجية فوقتها هذا الطريقة تفيدني أما لو كانت الخصائص ثابتة ووصولها بيكون دائما نفسها فتستخدم هذه الطريقة وهي الطريقة المفضلة والطريقة التي نستخدمها كـ جوافة سكريبت طيب فإذا هذا الطريقة الأولى لو أبغى أعطي مثلا ايج راح أقول student أوكي وأحط قوسين أقول مثلا الاج وأبدأ بشكل بسيط أحط القيمة راح أقول مثلا القيم 20 مثلا العمر أوكي إلى آخر من القيم القيم الثانية فإذا أبيك أستعرف كيف أنت تعطي هذا الأوبجيك خصاص أوكي من خلال أني أستخدم أما الـ أو أني أستخدم الدات التي كنتم تشوفونها قبل قليلا كدفل وبرأ أنت في جاف سكيبت إيش راح تستخدم راح تستخدم الطريقة التي قبل قليلا تمام و بإذن نحن نقدر الآن هنا نصل لها بنفس الطريقة راح أقول student of مثلا وأجيب اسم الخاصية مثلا name فإن راح أجيب للإسم سارة لو أريد خاصية إيش راح أقول إليش بهذا شكل واجبت خاصية غير موجودة راح يقول لي undefined يعني مثلا خاصية مثلا gpa لحين أنا ما عرفت على هذا الـ أوبجيك أوكي فراح يكون الآن undefined غير معرفة يعني تمام أوكي إذن هذه الطريقة لإنشاء الـ أوبجيك الآن شايف كيف أنه ننشئ أوبجيك من خلال نيو أوبجيك راح يسوي يعني أوبجيك جديد أوكي يخزنا في الذاكرة من الحين ما عندك خصائص لو نجي نطبع الآن هذا student أوبجيك بتلاحظ أنه الأوبجيك هذا فاضي ما عنده ولا شيء لقواس هذه معناتها أوبجيك أوكي طيب لو أبغى أوصلي خاصية النام غير معرفة فراح يقول لك لأن لأن الآن أنا ما عطيت هذا الطالب أسم وما عطيت خاص لي لأسم راح أقول student عشان أعطي راح أقول student name يساوي سارة زي ما سوينا قبل شيء بهذا الشكل طيب إحنا حكينا أنه كل object راح يكون عنده خصائص توصفة فقاعدين أنتم تشوفون أنه هذا الطالب حطيت لخصية الأسم العمر المعدل قاعد توصفة تمام ولكن أيضا حكينا أنه بيكون في operations أو بيكون في عمليات أخرى كمان يسويها صح فنقدر نسوي هذه العمليات من خلال functions من خلال دوال فنقدر نقول أنه هذا الطالب مثلا راح نعطي عملية مثلا إضافة مقرر على سبيل المثال راح نقول student dot مثلا خلنو نقول add course أوكي مثلا إضافة course وأبدأ أنا مثلا عنها كعملية فراح استخدم anonymous function أوكي فراح نقول function بدون اسم يعني أوكي وأبدأ هنا أكتب الوجيك الخاص بهذه العملية طبعا لما نجي نكتب برامج حقيقية راح تلاحظ تكتب هنا code اللي راح يسمح لطالب حقيقي أنه يضيف مادة في الجدول الجدول في النظام الأكاديمي تمام لكن نحن هنا راح نحاكي المسألة مجرد طباعة فراح نقوم هنا add مثلا add course أوكي كأنه هذا ما يهم ما يهمني كود اللي بيكون هنا بس أبي تتعرف كيف أنت تعطي الـ عملية من خلال أنك تجيب اسم العملية بعد كده تبدأ تخليها تساوي anonymous function وتبدأ بعد كده تكتب اللوجيك البرمج بداخلها الآن الشيء المهم أنه هذا الطالب عنده خاصية وحدة خاصية الاسم وعند للحين عملية وحدة عملية إضافة مقرر فتقدر أنت الآن تخلي الطالب ينفذ عمليات لأنه في النظام بعدين تبدأ فائدة الـ object أنه تسمح لها تسوي عمليات فأنا نقدر بكل بساطة نقول أن student add course عملية وليست خاصية فبالتالي أنا ديما خلال العقص من أسوي save بتلاحظون أنه بدأ ينادي العملية أو نفذ هذه student print info وتبدأ تسمي أو تطي هذه العملية يعني الآن يكون عند الطالب هذا عملية أخرى اسم هذه العملية print info لكن للحين أحتاج أن أعرف ها والعملية هذه قابلها function في javascript anonymous function تكون بيدون اسم بهذا الشكل وتبدأ هنا تطبع معلومات الطالب فراح يقول مثلا log إطبع لي اسم الطالب أو student name as مثلا سنقول student name بهذا الشكل تمام فالآن هنا أقدر أنادي هذه العمليتين لو تلاحظون هذه العملية الأولى وهذه العملية الثانية أقدر أعطيه خصائص أخرى مثلا age زي ما شوفنا قبل شوية مثلا سنقول العمر 22 وأجي هنا مثلا أقول student age age أوكي مثلا as وراح أجيب هنا age بهذه الطريقة فيذن بهذا الشكل إحنا قاعدين نتعامل مع الـ object به الـ javascript هذه تعتبر الطريقة الأولى خلال استخدام new object ولكن تعتبر طريقة غير مستحبة ونقول لك أنه لا تستخدم هذا الطريقة إلا في حالات خاصة بيكون بدر عليك أنت الآن وتتعمق فيها كون راح تعملك شوي confusing أوكي لكن تعتبر طريقة مو مشكلة زين طيب الطريقة الثانية هي طريقة استخدام object literal أوكي أنه نحن لا نقول new object نجعل new object تصير تلقائيا أوكي شلون طيب ما خلانه نقول مثلا student زي قبل شوي بدل ما أقول new object لا اللي بسويها الآن المصفقات لو تذكرون كنا نسوئها من خلال أقواس مربعة صح ولكن الـ object تعتبر راح نستخدم لها care your places أو أقواس مترجع وأبدأ هنا value يكون عندك زوج مفتاح وقيمة تفصل بينها باستخدام الـ end باستخدام الـ colon وباستخدام النقطة رأسيتين فراح نقوم مثلا الأسم سارة أوكي إذا كان في خاصية ثانية تضع فاصلة مثلا الـ age بعدين تبدأ تضع مثلا 20 بهذا الشكل عشان يكون readable علينا نقدر نزل كل خاصية على سطر بهذا الشكل تمام طبعا بين كل الخاصية والثانية تضع كما أو تضع فاصلة فالآن اللي قدامي عبارة عن object اسمه student عندك خاصيتين name و age أقدر أنا الآن أوصل لأزيق أبلو شوي أقدر أقول log مثلا student dot خاصية name فراح يقول لك الآن سارة أوكي student dot age راح يقول لك الآن 20 وغير همين الخصاص الابجكتات بالجافة سكريبت لو أبغى أضيف عمليات طيب إيش راح أعمل عادي الأمر جدا سهل أضع كما فاصلة وأبدأ أجيب الآن هنا اسم العملية فراح أقول فرضا عندي عملية متى راح أسميها add course فمو مشكلة راح أجيب key value تذكر السنتاكس key value الkey إما يكون إذا كانت مثل فراح نجيب اسم العملية والvalue بتكون anonymous function بتكون dala يعني تمام فالآن add course راح أسويها كعملية استخدم anonymous function بهذا الشكل وأبدأ الآن هنا أعرف اللوجك الخاص بهذه العملية فراح نقول مثلا log أوك راح أقول مثلا add course مجرد عملية قاعدة تحاكي هذه المسألة تمام إذن لو تلاحظوا أنه نحن الآن هذا الطالب كأوبجيكت عنده وش اسم وعنده عمر كخصاص وعنده عملية واحدة اللي هي اسم العملية هذه add course تمام طيب الآن أقدر أنادي العمليات فراح أقول student dot add course بما أن ها عملية إذا لا تنسى تنادي لقص لأنها function الآن راح يطبع لك add course راح نحن هذه العملية لو أريد الخصاص زي ما أجلت نقرر name وإش تمام طيب الآن بكذا أنا عندي single object لو مثلا نسوي object آخر يعبر مثلا عن خلونا نقول مثلا كتاب فراح نقول let book الكتاب هذا syntax لا تنسونا هي الطريقة المفضلة نجيب الآن خصاص الكتاب فكل كتاب يكون عندي ISBN رقم يعبر عننا مثلا زي يكون فيه مثلا title عنوان لهذا الكتاب راح نقول مثلا javascript مثلا programming وغيرها من العمليات مثلا أو البيانات الأخرى مثلا اسم الكاتب أو المؤلف مثلا joint وتقدر أنت تضيف عمليات وغيرها هنا ممكن أنت تطبع بيانات أوك ممكن تسوي مثلا print info أو مثلا أي عملية أخرى تكون منطقية بالنسبة للبرنامج أوك ف print info ومكن نخليها كanonymous function فكلها بتكون عملية أجي هنا راح أطبع المعلومات فراح أقول مثلا مثلا يطبع لي مثلا البوك dot title أوك وغيرها من البيانات الثانية مثلا log أوك عند راح أنادي هنا البوك فراح نقول book dot print m وغيرها من العمليات الأخرى طبعا هنا لا تنسون البوك dot dot is bin أوك تمام بهذا الشكل أوك فإذا لاحظوا أنت تقدر تفعل أبجكتات مختلفة أبجكت يعبر عن طالب أبجكت يعبر عن كتاب أبجكت يعبر عن patient أو مريض أبجكت يعبر عن سيارة أو car وغيرها من المثال الأخرى سأخذ مثال آخر لكي تبدأ تتعود عن الموضوع سأخذ let car equals ونسأخذ أبجكت يعبر عن السيارة كل سيارة سيكون لها وشو سيكون لها model وإنت تحدد الخصاص على كيفك على حسب وش تحتاج في البرنامج فكل سيارة سيكون لها model مثلا BMW مثلا يكون فيه هنا مثلا speed أو السرعة إذا تبه مثلا 320 كيلومة للساعة مثلا whatever الذي تبه يعني مثلا خلونا نقول مثلا يالله يجبوا لي أي شيء whatever إذا تبعون تخزنون على حسب متطلبات البروجيك تقاعد تسويت طيب عندي أيضا model وعندي speed عندي سنة تصنيع عندي مثلا color أو لول لحب مثلا color وغيرها من الخصائص الثاني مثلا price وغيرها طيب من العمليات التي تسويها ستقول مثلا move مثلا عملية التحرك مثلا 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 نقول مثلا whatever move مثلا سنقول هنا مثلا car is moving مثلا وتقدر تضيف عملية ثانية مثلا تقوم هنا increase speed مثلا نزود الصرعة اجيب anonymous function بهذا الشكل وراح نحاكي المسألة هنا بيكون كاما فاصلة نحاكي المسألة راح نقوم هنا مجرد طباعة وليغلكم الطباعة لأنه في البروجيكتات الحقيقية نستبدل بس هذا الشيء بالعملية التي نفعل مثلا اتصال بالdatabase او جل بيانات وغيرها يعني تمام راح نقول هنا speed is increasing الى آخر تمام فالآن هاد السيارة اقدر الحين بشكل بسيط انه انادي العمليات الموجودة عليها راح اقدر اقول car مثلا morph اوكي والموف اباره عن function car مثلا increase speed بهذا الشكل هذا نقص انه نخلي الابجكت يسوي مجموعة من العمليات اذا توقع صار الطريقة انشاء الابجكتات سهلة جدا ايش نستخدم الاقواس المتعرجة وهو خلف الكواليس راح يسوي لك زي كده new new object اوكي تمام طيب الان في شيء مهم جدا هنا يقود نا الى الطريقة الثانية في بناء الابجكتات لو بتلاحظوا الحين لو بنسوي زي الابجكت اللي قبل شوي اللي هو student مثلا او خلونا نقول let person اوكي let student مثلا object student مثلا لو خذينا student اوكي وسويناك object زين بهذا الشكل لاحظوا الان معاي هنا بيكون عندي object واحد فرضا لو عطيت name مثلا سارة اوكي وجبنا مثلا age مثلا 20 اوكي الان صار عندي object واحد طيب تخيل انت الان تبغى تسوي عمليات لهذا الابجكت فمثلا عملية add course راح تكون كanonymous function زين ما شفت قبل شوية راح نقول log log add course اريدك الان تركز في شغلة هنا مهمة الان انا عندي object واحد سويت بقيمة فانية قيمة مباشرة يعني حرفيا سويت على طول وعطيت خصاصي لاخرة لو ابغى فرض ان هذا كان student مثلا one وانا كنت ابغى طالب ثاني بكل بساطة راح تقول راح انصخ object هذا واسوي هنا وعدل الطالب الثاني مثلا هذا ببرا عن خالد مثلا خالد كان 22 وراح تكون عند نفس الدالة لو تبغى object ثالث راح تعيد الناس اخوة نفس الكلام لو بتلاحظ فعليا انه هنا الطريقة غير مفيدة بتلاحظ فيها عيوب تخيل لو كان عندك انت الان ابسط مثال لو بتراقب لي العمليات لو كان فيه تعديل انت بتسويه على function او على dala بتلاحظ انه هذا التعديل تحتاج تسويه في object الثاني تحتاج كمان تسويه طيب تخيل لو كان عندك دالتين لو كان عندك مثود لو كان عندك خمسين مثل هنا نسميه مثل مثل لو كان عندي مثل كثيرة فالطريقة هاد رح تكون طريقة سيئة في التعامل مع الابجكت بالجاف سكريبت وش السبب لك بتقول لي كل مرة رح اعيد لو صار تعديل او بق او حاجة او تعديل في اللوجيك فبلاحظ نفسي رح اعيدها في كل الابجكت الموج اللي عندي بالنسبة الخصائص عادية مو بمشكلة لكن العمليات هي اللي تعتبر فيها الاشكالية انه اذا في تعديل رح اعيد في كل بقية الابجكت اللي انا سويت ها في البرنامج فعشان كده يكون في الطريقة بحيث انا ما انشاء الابجكت بشكل حرفي بهذا الطريقة طريقة مباشرة لكن نسوي شيء زي حاجة نقول عنها البلو برنت زي التصميم من هذا التصميم انا احط في كل حاجة اكتبه مرة وحدة زين اسوي التصميم مرة وحدة وبعد كده ابدأ انشاء نسخة كثيرة من فالفكرة زين ما اخذينا في الناس اللي عندهم مثلا experience من قبل اقابلها الكلاز نسوي الكلاز مرة وحدة بعد كده نبدأ نسوي عدد كبير من الابجكت من خلال يعني نكتب الكود مرة وحدة فهنا اللي احنا راح نسوي وهذا الكلام يصير من خلال طريقتين الطريقة الاولى اللي هي طريقة الفاكتوري فانكشن يعني الابجكت بالجافس اللي بتحط في بالك بس انه هذا الطريقة انت تسوي التصميم مرة وحدة يعني كديزاين بعد كده تقدر تاخد نسخة كثيرة من هذا الابجكت بدون ما تقعد كل مرة يتعدل لو صار في التعديل فانت راح تعدل في مكان واحد ما راح تقدر في عدة اماكن لانه التصميم بيكون في مكان واحد طيب الفكرة راح نسوي فانكشن اوكي بسمي هاد الفانكشن مثلا نخلو نقوم مثلا create student مثلا زي قبلو شوي create student بحيث انه هاد الدالة اخليها ترجع لأوبجكت student اوكي التنفيذ راح اقول اسوي name function create student وابدى الان هنا ارجع object عشان ارجع شيء فراح استخدم retain عشان ارجع object راح استخدم الراكتس بهذه الطريقة الآن ابدأ هنا احط الخصاص تبع فراح نقول name اوكي نفس قبلو شوي بالضبط بدان ما تقول لانه هذا object ناظره فيه كأنه object صح يعني تقدر حتى تشير كلمة retain الحين بتلاحظ انها مجرد object ارجع انا اقول retain اوكي تمام الان هنا نقدر ناخد خاصية ثانية مثلا الاج مثلا 20 لو بتلاحظوا في هاد الطريقة ايش اللي مبزين للحين انه احنا مثبتين القيم hard coded القيم صح فبدان ما اقول سارة ازين لو اني اقول name واعوض الان عن سارة بالname في l-eqma script 6 يقول لك اذا تشابه اسم الخاصية مع القيمة نفسها يعني كبرامتر فتقدر انت تخليها كقيمة واحدة زي كده اوكي تمام بهذا الشكل يعني ال-eq ايضا لو خذيت مثلا ال-eq مثلا سميت a فوقتها تقول a اوكي بس عشان يكون readable code راح نقول age وابدأ اشيل الان بهذه الطريقة فالان هذه ال-function في كل مرة راح تسوي لي object راح ترجيع لي object هذا object ياخذ اسم وياخذ عمر والقيمة انا قاعد ارسلها من هنا زي تمام احنا حكينا انه هاد الطريقة استخدمها لما يكون عندي في literal syntax اللي قبله شوي يكون عندي function واحدة او اكثر تمام لانه لو كان object بهذا الطريقة فلا راح استخدم الطريقة الاولى مباشرة لكن اذا كان في functions فأنا راح اضيف function انا راح نقوم add log اوكي انه اطبائي مثلا add course اوكي لو كان في function ثانية مثلا drop course راح نحط كما نسميها drop course يعني يحدث مقرر مثلا راح نقول drop course اوكي فالآن ما راح توش عندي في هذا في هذا دالة في كل مرة انا انا ديارة راح حرص الاسم وعمر وهو راح يخلق لي object برجالي هذا object حيث يكون عندها خاصية نين بالقيم اللي ارسلتها وخاصية الage بالقيم اللي انا ارسلتها زاد عندها عمليتين الآن وش الحلو بالموضوع انه لو فرضا هذا الكل انا راح اضط مرة وحدة لو الآن بسوي عدد لنهاي من الابجكتات زين الآن لو كان في تعديل على دالة معينة فراح اروح اعدلها مرة وحدة هنا لو كان في تعديل على method راح اعدل مرة وحدة وينطبق على كل الابجكتات تكون موجودة في البرنامج طيب الآن طريقة استفادة منها راح نسوي الان اوبجكتات راح يقول student one يساوي بشكل بسيط راح نقول النادي الدالة اللي هي create student لو فتلاحظوا انه create student تاخذ اسم وعمر وترجع لي object اذا مرات عشان كده std zero راح يكون object فانا برسل الان القيم راح نرسل سارة ونرسل العمر مثلا 20 اوكي اسوي object ثاني بنفس الطريقة راح نقول student two خالد لاحظوا الان الكود كاتبينه مرة واحدة اوكي الان استفيد منها اكثر من مرة فاقدر اصوي object ثلاثة اربعة اي عدد من object انا اقدر اسوي الحلو بالموضوع انه تخيلك انت تبغى تعدى العملية ما تروح تعدلها الا مرة واحدة مثلا اعدلها هنا او اعدلها هنا فقط انا اعدلها كل مرة على كل object انا قاعد اصوي لو تبغى تنادي الان تقدر تنادي عملية drop على الطالب الاول على الطالب الثاني ايضا زين لو تبغى تطبع البيانات مو بمشكلة تقدر بي الاخسس على خصائص هم انك تروح تقول student one dot خاصية name لانه عندك خاصية name معرفة لتلاحظون ها هنا وعندك كمان age فاني اقدر نقول الاسم الاول سارة الطالب الثاني الاسم خالد لاحظوا كلهم عندهم خاصية name name الاول قيمتها بسارة والثاني قيمتها بخالد اذا هذه الطريقة الثانية في التعامل مع الابجكت او طريقة التعاتي نسميها طريقة الفاكتوري فانكشن يعني دالة تصنيعية في كل مرة تصنيع لي اوبجكت وترجع لي ويكون ترسل انت القيم هنا زين وتقدر ان تضيب خصائص لو تبي ما عندك مشكلة اذا تشابه تشابه الخاصية مع الاتروبيوت او البراميتر مع الخاصية نحطها بشرات بدون ما انه نجي ونقول name مثلا اقترسيتين name اوكي اتبار افضل اذا هذي الطريقة الاول طيب نتكلم الحين عن الطريقة الثانية في انشاء الابجكت والتعامل معها في الجافا سكريبت شفنا للحين الطريقة الاول اللي هي من خلال new object اوكي شفنا كمان الطريقة الثانية المفضلة اللي هي الطريقة الحرفية لكن شفنا عيوبها انه ما تفيدني لما يكون في عملية واحدة او اكثر في الابجكت الطريقة الثانية طريقة الفاكتوري الهدف منها تصنيع object وارجع ب retain الان نشوف طريقة اخرى اللي احنا نسميها constructor function وهي الغالب اللي احنا نستخدمه في حالة انه كان عندي انا يعني تصميم واحد او بغل اصوي عدة object ات من زين تمام فيكون عندما سمى ب constructor function من امثلتها اللي كنتم تشوفونا في المقرر لما كنا نقول احنا new object لما كنا نقول مثلا new array لما كنا نقول مثلا new string هذي كلها عبارة عن constructor functions الهدف منها انشاء object فالان احنا نسوي شي بحيث ان اقدر اقول new student sorry new student كمان بحيث ان اقدر اقول in your book فنحتاج نسوي constructor functions الهدف منها انشاء object اوكي طيب طريقة انشاء هذي الدالة تمام لو سألتك وش الهدف منها تقول اسوي تصميم واحد الobject وابدي بعدين اخلق منها object او اسوي منها نسخ object نسميها instances طيب الفكرة بتسويها كfunction تمام الconstructor function دائما يكون الاسم الافضل يعني يكون الاسم الاول او الحرب الاول من الاسم يكون capital فبدال ما اقول student زي كده لا المرة هذي راح اخذ الحرب الاول capital راح اقول student لانا كأنها تقابل الclass باللغات المتعلقة بال ob اللغة الجافة في شارب وغيرها طيب هي بتكون دالة named function بهذا الشكل الان هنا ابدأ احدد حاجتين دائما guys الobject يكون عندها properties ويكون عندها ايضا شيء ثاني method فرح احدد الان الخصائص راح اقول عندي خاصية name عندي خاصية age وعندي خاصية طريقة الكتابة بدلا ما نقول name age لا المرة هاد راح تلاحظ اقول لك حاجتك زي كده this dot name يساوي وابدا اعبر الان بالقيمة راح اقول مثلا سار اوكي تمام وراح اخذ الان خاصية ثانية لاحظ الان حاط هنا semicolon وليست فاصلة زين راح اقول ايضا this dot age يساوي مثلا ازين اني اقول name وبدلا ما اقول 20 افضل اقول age وابدا الان اعوض بالقيم فراح اشيل السارة هذه احط name اوكي ايضا اشيل age واحط او اشيل 20 احط age فالان صار عندي student constructor اقدر سيبعدين منه object كل object راح يكون عنده وشو خاصيتين name و age this نقصد فيها object الحالي اللي قاعد يستخدم هذه function يعني انت بيكون عندك عدة object تعتمد هذا صح فشلون يعرف هذا code انه شلون يعرف الobject اللي قاعد يتعامل معه مخلال this reference this عبارة عن نقصد فيه object اللي قاعد الان ينفذ هذا code اوكي فكأنه قاعد يقول لو روح لخاصية name حطة بالقيم اللي هو ارسل ها روح لخاصية الage حطة بالقيم اللي هو ارسلك لو خليت هذي كذا بدون this الان بعد راح يميز وكي فعشان كده نخليها بهذا الشكل طيب اعطيه المثوز العمليات فراح نقول this هذا object عملية add course وش راح تساوي لاحظ هنا قاعد نستخدم علامة نساوي هناك نستخدم طيقة key value لانه literal object لكنا الرجع اصلا طيب هنا راح نقول anonymous function راح نسوي ازي قبل شفية راح نقول log ونبدأ نقول له هنا مثلا add course تحط اللوجيك حق العملية هنا اخر شي سمي colon لو كان في عملية ثانية راح نقول command this dot drop course راح فهذا الآن عبارة عن الطريقة المهمة كمان في انشاء object ات من خلال استخدام ال constructor function لاحظوا الحلو بالموضوع هنا سيقبل شوية وكتبنا code مرة واحدة لان بإمكان يعادة استخدام ها فنقدر الآن نسوي object راح نقول مثلا let student one يساوي a new student وابدأ ارسل الحين ال parameters arguments سأرسل الاسم سارا وارسل العمر 20 وايضا اخذ الobject الثاني اللي هو student 2 وراح اقول هنا مثلا خالد وعطيه العمر 22 ونقدر الان نادي العمليات ونقدر ايضا نوصل للخصاص فنقدر مثلا لو بنادي عملية على student الاول سأقول student one dot add course ولا ننسى الاخواس مثلا student two dot add course سأطلب الثاني كيف تسوي العملية ما عندي مشكلة وكمان اقدر اطبع بياناتهم سأقول student zero dot خاصية name اذا كانت موجودة اذا لم يوجودة يعطيك ايش يعطيك عندي find كمان عندي هنا الاثنين راح نقوم هنا اثنين اذا كل واحد من ننفذ العملية ولا هم انه قاعدين كمان نطبع بياناتهم فالان وشو ليش احنا نسويها بهذا الشكل لانه خلاص احنا كاتبين الكود مرة وحدة معرفين الخصائص ومعرفين الميثل اللي بيسويها كل object بنسويه بالتالي نقدر احنا الان لو بيصير فيه التعديل نعدل مرة وحدة وكمان نقدر نخلي الابجكت الان تنفذ هذه العملية اوكي تمام طيب من الاشياء كمان المهمة في الابجكت اذا هذي الطريقة لما انت تبغى تسوي blue print الابجكت سنقول لك افضل شي تستخدم هذا الطريق وطبع تعتبر اكثر طريقة من استخدم في java script لما اتعامل مع الابجكت وحدد name بالطريقة هذه سنقول name سارة وكمان راح اقول age 20 بس من يكون فيه عمليات لا تستخدم الطريقة اما الابجكت او تستخدم الطريقة constructor function طبع الابجكت الحين البعض اعتقد انه بس عندي خاصية name وخاصية age لا بإمكانك انت تضيف خصائص اخرى يعني بإمكاني اجي عند student راح اقول هنا gpa يساوي 4.5 80 ما عندي مشكلة يعتبر age يعتبر ممكن هذا الكلام فالان student عند name وعند خصائص اخرى age وعند gpa كلها معرفة الخصائص الثلاثة وتلاحظوا ان name وage عرفتها في نفس literal syntax بينما جيت بدين وقال اقول انه هذا student راح يكون عند gpa لو كانت هذه موجودة واشا يعطيني الحين عندي فران صحيح لانه ما في gpa موجود على هذا object تمام طير كما من اشياء المهمة ان object تقدر ياخذ object اخر فتقدر انت الان تقول address يعني فرضا انت تخزن عنوان الطالب فبدان ما تقول الشعر بدان ما تقول رقم البيت بدان ما تقول المدينة ازين تحطها داخل object يعني مثلا نحن نسوي object كذلك هنا راح نقول address يقابله لاحظوا لاني انا في syntax الحرفي تمام وابد الان اخذ object هذا يعبر عنوش العنوان راح اقول بيكون عندك ال city راح تقول مثلا مدينة الرياض تاخذ مثلا خاصية ثانية مثلا house number رقم المنزل لو تبقي راح تقول مثلا ثلاثة وغيرها من الخصائص التي تستطيع تحطها فالان الطالب بشكل عام عنده ثلاث خصائص اسم عمر وعنوان وكيف اقدر الان هنا اقول address لكن لو تلاحظوا ان الاسم جاي ك string العمر جاي ك رقم بس address جاي ك object اشلون عرفت انه هذا object من خلال الاقواس المتعرجة فلو حكيت لهنا address بتلاحقون في الاتويت اطبع لي object شايفين هذا الاسم string العمر رقم بينما هذا ابارة عن object نجد احنا لو فرضا عفوا كنت ابغى المدينة بس بالحال ما عندي مشكلة اقدر اقول address الان هذا بالكامل object صح فمن اقول dot city الان راح يجيب لي خاصية المدينة فقط فرح يقول لي رياض بالاسفل فقط شايفين تمام لو تبغى توصل لخاصية house number بالحال ها مو مشكلة تقول house number بهذا الشكل بإمكانك تستخدم bracket notation الترميز اللي كان يشبه المصفوفة فكلها صحيح طيب ممكن تسألون متى يفيدنا bracket notation اوكي لو كان عندنا مثلا حاجة مثلا std يسأل in your object قاعدة صاختم constructor هذا اوكي بس عشان تفهمون bracket notation او حتى لو خليناها يقابلوا شوي مو مشكلة فاهمكم عليها بالطريقة هذي شوهوا الحين نقدر نقول lock اوكي زي ما اتفقنا خاصية مثلا name فانا راح اجيب لي الاسم سار لو ارسلت الادرس الادرس عبارة عن audit ورح ارجع لي object اوكي لو ابغى اوصل في الطريقة هذي للمدينة مو مشكلة تقدر تحط notation بشكل هذا تقدر تقول لها city لانه هذا كان object وقاعد انا اجيب لي city لهذا الابجي راح يقول لك real اذا هذي الطريقة فايدتها تظهر وين لما يكون عندي dynamic code فرضا اسم الخاصية انا لم كنت ادري مثلا جاني من مكتبة او مشروع اخر ولم كنت ادري ايش اسم الخاصية فمو مشكلة تقدر انت تسوي حاجة كذلك مثلا اسم الخاصية property name مثلا يساوي name مثلا يعني اوكي وتأجي هنا الان تقول لحظ انك تقدر تقول name بدان هنا ما تقدر تقول prop name تعتبر شيء غير جيد اوكي بيقول undefined colon no الان او اسف colon no student ما عند اصلا هذه الخاصية اللي هي prop name ما موجودة عندي name لكن تفيد اكوين لما تستخدم bracket notation هنا يفيد ال bracket notation اقدر اقول له مباشرة نجيب لي prop name فهو يعوض بقيمة prop name اللي هي name فراح يقول لي سعر اوكي تمام ولاحظ ان هنا ما اضطي التنصيص اني قاعد اخزان اسم الخاصية في متغير فهذه يفيد لما تتعامل مع المكتبات لما تتعامل مع مشاريع المبرمجين آخرين و dynamic code تبقى تعمل اسم الخصاص اخوض هنا سيقول ما لديك خاصية اسم البرمجين فالتالي سأخذ undefined فهنا في البرمجين سيكون البرمجين 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 هذا الطريق الذي ينشأ البرمجين كجافا سكريب developer enter ماذا تحتاج تحتاج كيف تفعل البرمجين من خلال استخدام literal syntax ما يعني تضع قواس متغرجة تعبر object و تبدو بداخلها تكتب الخصائص والعمليات او method الذي يحتاج تفعلها هذا object تمام